السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحباب بكم في وصفات ام جينان ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وهنا ان شاء الله يا ربي تحرم ضنكم صحة فطوركم ومهد الوصفة ان شاء الله يعني وصفة رهي مفيدة لتبيض الاسنان خاصة في الشهر رمضان فضيل يعني المدة تكون اطول ان انا ما نضفوش الاسنان توعنا في الناها هاد الوصفة رح تفيدكم بثاف للتخلص من تسوس الاسنان للتخلص من اسفرار الاسنان وكذلك تخلص هذا الجيل العالق للاسنان هذا الوصفه يعني مفيدة جدا كذلك لتسكيل الالام اللي في التسوص الاسنان يعني راح نستعمله هاد الوصفه يستعملوها كبار وصغار يعني العائلة كامل راح تقدر تستعمل هاد الوصفه انها وصفه ناجحة ورائع جدا وكذلك مجربة من عند العديد ولكن قبل ما نبدأ في الوصفة تعناه ما تستوش تشتركوا في القناة كذلك ما تستوش تفعلوا جرس ليصلكم جديد اومجينة اول مكون في الوصفة واللي هو الثوم راح نستعمله فقط فص ثوم يعني نقلوها جيدا الثوم راح نفيد جدا لتخلص من تسوص الاسنان كذلك انه يسكن الام الاسنان يعني هادك الفصة الثوم نربيوها برابيز تكون يعني ولا لا راب هادك تكون العيون توحى رقاخ بالزف كذلك راح نستعمله بيكاربونات صوديوم مكش من نميعش انها بيكاربونات صوديوم تقضي على اسفر الاسنان وكذلك يعني تقنى الام الاسنان والتهاب اللثة يعني مفيدة جدا بيكاربونات الصوديوم للاسنان توعنا استعملنا اسم ملعقة صغيرة من بيكاربونات الصوديوم ثم راح نضيف مكوين معطر للاسنان توعنا هاد المكوين راح يعطرنا الاسنان توعنا وخلصنا من يعني الرائحة الكاريهة اللي في الفم خاصة في الشهر الفاضي يعني رائحة الفم يعني تكون كاريهة جدا خاصة يعني بعد الامتناع عن الاكل تكون عند البعض فقط مش المنعموش هاد الوصفة راح تفيدكم بزيف كتخلص من رائحة الكاريهة لفم ثم نقوم بيحك اوراق النعناع المجفصة جيدا في الوصفة يعني بتقريبا خمس اوراق هذا هادر نقوم بيحكهم بالاصابع فقط يعني مش نطحنهم فقط بالاصابع من بعد كنخلطوا الوصفة راح تعطيها هاد الوراق النعناع يعني راح يعطيه نتيجة في الاسنان توعنا ثم راح نضيف معجون للاسنان يعني معجون الاسنان الخاص بك يعني الاستعمال اليومي نقوم بوضع ملعقة صغيرة من معجون الاسنان ثم نقوم بالخلطة الجيد لجميع المكونات يعني هاد الوصفة راح سهلة كذلك المكونات توحى مفيدة جدا لطبيعة الاسنان تخلص من رائحة الفم الكاريهة يعني هاد الوصفة ناجحة وجربوها فقط ما حسنوا لها يعني بعد الخلطة الجيد راح نحضر فرشات الاسنان الخاصة بك كذلك ندخلوا كامل هاد الوصفة مع بعضاهم ثم يعني نضع قليل فقط على فرشات الاسنان نقوموا بالحق الجيد للاسنان بهذا الوصفة يعني هاد الوصفة راح تكفي ثلث اشخاص يعني هاد الوصفة راح تكفي يعني الكمية كبيرة من الاشخاص تحكوا الاسنان تفكم جيدا بهذا الوصفة ويعني هاد الوصفة راح هي مفيدة جدا من اول استعمال راح تشوفي النتيجة يعني وصفة هاي لا تمنع لكم غير تجربوها اشتركوا لايك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادمتم في رعاية الله وحبه